مرحبا بكم جميعا في الحياة العصرية أصبحنا محاطين بالعديد من الأشياء بعض منها نال من إعجابنا حيث إنها أشياء تسر الأعين وتجعلنا نشعر بالدهشة من مدى تخيلات صانعها نشعر بالدهشة حقا من تعقيد تنفيذها وهناك أشياء أخرى نستخدمها بشكل يومي في حياتنا اليومية ولا نفكر حتى في الطريقة التي تم استخدامها في تصنيع تلك الأشياء المهمة حتى وصلت إلينا وجعلت حياتنا أسهل أشياء تبدو بسيطة للوهلة الأولى لكنها مفيدة جدا اخترعها شخص ما ثم تمت إعادة تصنيعها لاحقا ستعرفون اليوم في هذا المقطع مدى تعقيد العملية التكنولوجية لإنتاج الأشياء التي تبدو لنا عادية للغاية هيا بنا نبدأ لكن في البداية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو واحد صناعة أقلم الرصاص لا أحد يشعر بالدهشة من وجود قلم رصاص بسيط في المنزل لكن المثير للدهشة حقا هو معرفة أنه في وقت ما تم حضر حشو أقلام الرصاص من تصدير إلى الجزر البريطانية تحت عقوبة الأعدام لاحظ رعاة كيمبرلند أن الخرافة البيطاء عندما خدشت جوانبها بالحجارة تحولت إلى اللون الأسود جرب البريطانيون استخدام الحجارة كمادة لصنع أقلام الرصاص فكانت صنعتها جيدة جدا لدرجة أنه على الرغم من خطر كون الحجارة مملوكة للدولة لكن بدأ الناس في تصدير المادة إلى أوروبا في الوقت الحاضر يمر قلم الرصاص ب83 عملية تكنولوجية ويستمر إنتاجه حوالى 11 يوما يبدأ تحضير القضيب بضحن الصلصال أو الطين الذي يحتوي على مادة لزجة وبعد ذلك يتم مزجه جيدا بالماء في مطاحنة خاصة يتم إزالة الشوائب من الخليط ومن ثم يتم ضغطه وعصره من خلال ختم خاص يتم إرسال الخليط الذي تم تحضيره إلى أفران تجفيف في المدة 16 ساعة ثم يتم تسخينه في خزانة خاصة وتكون درجة حرارة إطلاق النار بين 800 إلى 1200 درجة مئوية وذلك حسب درجة الصلابة المطلوبة يوجد 17 درجا من 7H إلى 8B بعد ذلك يتم ملء القضيب بالدهون الطبيعية تحت الضغط ودرجة الحرارة ثم يذهب إلى التجميع لكن العديد من الشركات المصنعة الآن لا تعاني كثيرا حيث تقوم بشراء قطبان صينية تم إنشاؤها باستخدام تقنية جفة والتي لا تتطلب التسخين في الفر لكن هذه قصة أخرى تم أعداد غطاء واقل للقضيب مصنوع من خشب عالي الجودة بحيث لا يوجد أي تعوائق أو صعوبات يتم تقطيع جذوع الأشجار إلى قتل والقطل إلى شرائح خشبية ويتم معايرة الشرائح ووضعها في الأوتوكلاف أو الموصد أو جهاز التعقيم وهنا يتخلص الخشب من الراتينج تحت الضغط ويتم تشريبه بالبرافين ثم يتم قطع هذه الشرائح إلى جهاز مخصص حيث يتم وضع القطبان ثم لسق نصفي الشرائح معا باستخدام غراء BVA يتم إرسال أقلام الرصاص شبه المكتملة تحتها بمكبس الضغط حتى يتم إغلاق التصميم ثم يتم تشفيفه وتقطيعه باستخدام الفارزة أو قواطع الطحن ويعتمد شكل التصميم على نوع المظهر الجانبي إلى قواطع الطحن سواء كانت مثلثة الشكل أو سدسية أو مستديرة ولكن هذا ليس كل شيء يتم أعداد القلم الرصاصي وطلاؤه وفي الخطوة التالية يتم معالجة النهايات ووضع العلامات والشحذ تذكر عدد المحاولات التي فشلت فيها لشحذ قلم رصاص بشكل مثالي وأنت حينئذ ستفهمني آلة الشحذ تستحق الاحترام ولديها سرعة عمل غير عادية قديما اعتدنا على إغراء أطفالنا بمعجون أسنان بناكات الفراولة أو الكرز أما في عصر التكنولوجيا فقد تم تحويل فرش الأسنان إلى عصى تحكم لعبة على سبيل المثال تطبيق فيليبس سوني كير فور كيتس تتحكم في اللعبة من الجهاز اللوحي وتتمكن الفرشات الذكية من إعداد معلومات حول جودة تنظيف الأسنان ووفقا للنتيجة يتم إضافة نقاط يمكن استخدامها للحفاظ على تنظيف الأسنان من نسبة للبالغين ابتكرت فيليبس أيضا معجزات مماثلة لكن بدون لعبة إنه لا أمر مؤسف لكن الفرشات تقوم بجمع بيانات عن حالة الأسنان والمناطق التي بها مشكلات ثم تنقلها إلى طبيب الأسنان على الفور كيف تطور كل هذا؟ هذه ليست أعودا خشبية بصرية تم استخدامها قبل 3000 سنة ظهر النموذج الأولي لفرشات الأسنان في الصين عام 1498 وكانت شعيراتها مصنوعة من شعر الخنزير وتم إدراجها في عصى الخيزران أو في العظام ويتم تنظيف الأسنان باستخدام الملح أو مزيج من حجر الخفاف والنبيذ أول فرشات أسنان متجة بكميات كبيرة تم تصميمها من قبل وليام أديس وذلك عام 1770 وفي عام 1780 أنشأها بالفعل وفي عام 1938 اخترع الكيميائيون من الشركة الأمريكية ديبونت دينموروس النيلون وأطلق على أول فرشات مصنوعة من النيلون اسم فرشات أسنان دكتور ويست المذهلة عملية تصنيع فرشات الأسنان التقليدية أبسط بكثير من أقلام الرصاص لتصنيع المقابد يتم استخدام ماكينات القولبة بالحقن وآلات التشكيل بالحقن حيث يتم نقل الكرات البلاستيكية إلى قتل مدبجة في شكل معدني ثم تذوب الكرات المططية المطط في شكل سائل لا يدخل في نفس الشكل حيث توجد الفراغات للمقابد بعد ذلك يتم إرفاق منصات مططية بالقاعدة عن طريق الضغط في العملية التالية يتم دفع غصدات الوبر الكثيف في الرأس ويتم تنفيذ هذه العملية باستخدام آلة مقصصة لذلك ثم يتم قطع وطحن نهاية الوبر الكثيفة على متحنة كما يتم الاختبار أيضا على جهاز خاص وبعد ذلك يتم إرسال المنتجات إلى آلة التعبئة والتغذيف ثلاثة كرات الريشة لقد بدأنا بأصطاف بلاستيكية لكن هذه المعجزة مصنوعة في قالب عن طريق الحقن لذلك في الحقيقة لا يوجد شيء مثير للاهتمام في الإنتاج حتى لو كان معاة النورة أكثر ضخامة لكن هناك شيء آخر عن كرة الريشة وهي أنها مصنوعة من 16 ريش أوزة ورأس من الفلين مغطاة بجلد أو بدير صناعي يعتقد أن الريش يأتي من الجناح الأيسر للطائر لا تسألني لماذا لأنني لا أعرف يمكنني فقط أن أخمن أن الأمر له علاقة بطريقة تصنيع الريشة للكتابة وفقا لمؤلف موصوعة أساليب فن الكتابة بلياد بلاصون التي تم إسطارها عام 1783 فإن أفضل ريشة تكون من الجناح الأيسر الأوزة من الغارج ويفضل أن تكون الثانية أو الثالثة أو الرابعة من الحافة والأفضل أن تأخذها باليد اليمنى فالصاحب اليد اليسر يأخذ ريشة من الجناح الأيمن على أي حال يتم اختيار الريشة وقياسه يدويا يتم تصنيع رؤوس الفلين ذات الثقوب المعدة على آلة خاصة يتم تثبيت الرأس في الجهاز وهنا يتم إدخال الريش في المرحلة التارية يتم نفخ التنورة ويتم لسك الثقوب حول محيط الرأس بعد ذلك يتم فحص الكرات من أجل الجودة ومن ثم يتم إرسالها للربط بالخيوط والتي يتم لسقها أيضا المرحلة التالية هي عقدة وتقليم الخيوط الزائدة على فراغات خاصة أما الخطوة الأخيرة قبل التعبئة تكون لقطة اختبار بمدفع هواء خاص وهنا يتم تحديد درجة كرات الريشة حقيقة مثيرة للاهتمام وهي يمكن للعبين المحترفين في مباراة واحدة القضاء على عشرات من كرات الريشة من الدرجة الإضافية أربعة إعداد القرطوش لقد صنعنا السيوف وصنعنا المحاريث كما صنعنا أيضا الخراتيش وهذا المنتج مطلوب دائما على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية هناك 393 مليون قطعة سلاح في ملكية خاصة وفي روسيا يوجد 7 ملايين و300 ألف فقط في عام واحد فقط تمكن مصنع واحد من شركة ريمينغتون من إنتاج مليارين و600 مليون خرطوشة يتم أمداد المصنع بالرصاص على شكل سبائك بعد ذلك يتم لفها في استوانات ثم تمر الاستوانات عبر الآلات حيث تتخذ شكل أسلاك بأقدار مختلفة يتم قطع الفراغات من الأسلاك وختمها ويتم توريد النحاس أو النحاس الأصفر المصنع على شكل لفات ومقطعة إلى صفائح ثم يتم إرسال الصفائح إلى قالب متعدد الصفوف حيث يتم قطع الفراغات من خلال المصدق الاهتززي تقع الفراغات في الاستوانات حيث يتم فصل الفراغات بعد ذلك تقع في مكبس الضغط والرصاصة نفسها تتحرك نحو مكبس الضغط حيث يتم سحب الغطاء هذه هي المرحلة الأولى من تحويل الشكل بعد ذلك يتم تسخينها لكي تنتقل إلى الشكل النهائي لها المرحلة التالية هي مرحلة تركيب البرايمر وهو الجزء التمهيدي في الخرطوش ويتم وضع مصحوق البارود وإدخال الرصاصة وفي النهاية تنتقل القراتيش الجاهزة على طول حزام النقل إلى العبوة الأقناعة التي تستخدم لمرة واحدة هي الأكثر شيوعا والأقل تكلفة يتم تصنيعها من أقمشة غير منسوجة مثل نسيج سبون بوند الصغير الذي يصول اختراقه وميلت بلون ذو الحبيبات الرقيقة والطبقات العلوية والسفلية مصنوعة من سبون بوند وهذه المادة تتحمل التعقيم تماما والطبقة المتوسطة مصنوعة من ميلت بلون والذي يعمل كمرشح في الإنتاج يقوم جهاز خاص بتسليم المواد من ثلاث بكرات إلى النقل هنا مع كبينة منفصلة يأتي سلك لتثبيت الأقنعة طبقتين من سبون بوند وطبقة من ميت بلون وسلك يتدفقون معا ويتم ضغطهم في قطعة واحدة تكون قطبان طويلة بطي القماش ثم يتم تجعيده وتقطيعه إلى الطول المطلوب بعد ذلك يتم تسخين لوح البولي بروبلين وربطه بإحكام عن طريق اللحام بالموجات فوق الصوتية واسطوانة خاصة في المرحلة التارية يقع القناع المستقبلي في نظام غليان الأربطة المططية والذي يتم إجراؤه أيضا باستخدام الموجات فوق الصوتية وتتم مراقبة الجودة ذويا فقط ثم ينتقل المنتج النهائي إلى مرحلة التغليف لا تختلف تقنية إنتاج الرقائق كثيرا عن الطرق السومرية والمصرية القديمة في صناعة أوراق الذهب أولا يتم صهر السبائك الألومنيوم الضخمة في فرن عند درجة حرارة تصل إلى 500 درجة مئوية ثم يتم ترشيح القتلة الناتجة وصبها في قوالب ويتم إزالة الأوساخ من الألواح التي تم الحصول عليها بقطع الطبقات الخارجية ثم تتعرض للتدحرج الساخن ثم يتم لفها بشرائح لها سمك 2.5 مليمترات ثم يتم لف الشرائح الناتجة في لفائف عند درجة حرارة حوالي 300 درجة مئوية عند هذا تنتهي مرحلة الدرفلة على الساخن بعد ذلك تبدأ مرحلة الدرفلة على البارد وفي هذه المرحلة تختلف آلات الدرفلة حسب نوع اللفائف بالمناسبة على الرغم من الإسم فإن العملية بعيدة كل البعد عن البرودة لأنه عند كل تمريرة يتم تسخين الشرائح على درجة حرارة تصل إلى 100 درجة مئوية لهذا السبب تسقط مياه التبريد ومستحلب الزيت على اللفائف لكن بعد كل ثلاث أو أربع مرات يجب تبريد الشرائح حتى درجة حرارة الغرفة لعدة ساعات أما آخر إجراء وهو قص الحواف المجاعدة وبهذه الطريقة تكون رقائق الألومنيوم جاهزة لن تصدق ذلك لكن الفلين يتم تصنيعه في عام ونصف ولزراعته يستغرق الأمر ما لا يقل عن 20 إلى 25 عاما وللحصول على منتجات عالية الجودة تصل إلى 150 عاما الفلين مادة تستخرج من لحاء أشجار بلط الفلين الخاصة تتم إزالة اللحاء باستخدام بلطة من شجر لا يقل عمره عن 20 عاما وفي موسم معين وتكون الشجرة بتجديد اللحاء في 10 سنوات يتم أعطاء اللحاء النعومة والمرونة عند تحميله في الماء المغلي وبعد ذلك يتم تشفيفه لمدة عام ونصف في الهواء الطلق ثم يتم فرزه جيدا اللحاء الجيد يتم إرساله إلى المصنع لإنتاج الفلين للنبيذ والكونياك ويبدو هذا مثل مواد البناء في نهاية تلك العملية يتم غلي اللحاء في مرجل حتى تختفي منه جميع أنواع الحشرات والعناكم ثم يتم تقطيعه إلى شرائح بعد ذلك يتم فرز الشرائح مرة أخرى وغزلها وتطهيرها ونقعها في الماء ثم يتم فرزها مرة أخرى ثم يتم قطع الفلين من الفراغات ويتم إرسال اللفات الناتجة تحت الضغط باستخدام مادة رابطة تستخدم الفلينات في النطاق السعري المتوسط والمنخفض للنبيذ وأيضا للشامبانيا ثمانية رقائق البطاطس المقلية الشيبسي قيل لك أيضا إن رقائق الشيبسي مصنوعة حصريا من دقيق البطاطس مع إضافات مختلفة أليس كذلك؟ كنت أشك في أن الشركات المصنعة تقول الحقيقة ويصنعونها بالفعل من البطاطس اتضح أن التكنولوجيا هنا نوعان كلاسيكية فقط من البطاطس وألواح أنيقة مصنوعة من الدقيق مثل برينجلز سيكون إنتاج الكلاسيكيات أكثر إثارة للاهتمام ولا يستغرق الأمر سوى 15 دقيقة فقط وبالتالي لا يوجد سوى ما يسمى أصناف رقائق البطاطس ذات المحتوى العالي من النشا التي تأتي من مستودع الدرنات على سير الناقل ثم يتم إدخالها في جهاز الغسيل وبعد الغسيل يتم تكشير البطاطس ثم غسلها مرة أخرى ثم تدخل الدرنات إلى الاستوانة حيث يتم تقطيعها إلى شرائح بسمك يصل إلى مليمترين بسبب دوران القاع المقروطي والشفرات المدمجة ثم يتم غسل البطاطس مرة أخرى في قلب خط الإنتاج تقل الشرائح لمدة ثلاث دقائق عند درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم تستحم الصحون الذهبية بالملح مع إضافة توابل مختلفة وبعد الاستحمام يتم توزيع رقائق ووزنها ومن ثم يتم إرسالها إلى خط التعبئة والتغليف 9- صناعة أعواد الثقاب العاشر من إبريل عام 1833 عيد ميلادي أول عود ثقاب ومنذ ذلك الحين تم إنتاج أكثر من مئة نوع منها ففي أي شيء لم تستخدم أعواد الثقاب إنها تستخدم لكل شيء تقريبا عند الاعتداء والصيد والحرارة والإشارة ولإشعال النيران والحجر وحتى للتصوير الفوتوغرافي لكنني لن أخوض في عمليات التصنيع وسأتحدث فقط عن إنتاج عود الثقاب العادي من حيث المبدأ كل شيء بسيط للغاية فقط خذ جذعا ثم قطعه إلى ألواح رقيقة والتي تقوم بدورها كعصى لعود الثقاب يتم إرسال هذه الفراغات إلى ورش كيميائي حيث يتم تشريب الخشب بحمد الفوسفوريك ثم يتم تشريبه بالبرافين فإذا كنت ترغب في قدم أعواد الثقاب قم ببسقها على الفور ثم يتم إدخال قطع الخشب في مصفوفة عود الثقاب وتغمس في محلول كبريتي ويتم تشفيفها على الفور وفي الوقت نفسه يتم تطبيق الرسم على الورق المقوى الملفوف يتم قطع الورق المقوى وثنيه في صندوق وشاهد طريقة التصوير من زاوية قريبة في فيلم وانتد هذه العملية متشابهة تماما ثم يتم وضع أعواد الثقاب في صناديق ويتم وضع الصناديق في غلاف بلاستيقي تحذر وزارة الصحة كل عام تطلق علينا الشركات المصنعة للسجائر رشقات نارية آلية من أكثر من 6 تريليونات سجارة وهذه الأعداد في تزايد مستمر يتم تصنيع السجائر بمعدل هائل ويتم ذلك على النحو التالي أولا تزرع عشبة التبغي للحصول على أوراقها الجافة ويتم نقل الأوراق الجافة إلى المصانع المخصصة لإنتاج السجائر وهنا تعمل الخلاطات على إنشاء مجموعات لوضع علامات تجارية معينة للسجائر ثم يتم توزيع التبغي على خط سير الإنتاج ليمر بعملية الترطيب ومن ثم تبخيره وتجفيفه بعد ذلك يمر التبغي بعملية إضافة النكات والتكيف وبالطبع يمر بعدها بالترطيب والتجفيف مرة أخرى يتم تحميل كيس التبغي في آلة السجائر حيث يتم تشكيل حزمة منه ويوضع في الآلة ورق خاص لإنتاج أنبوب طويل ثم يتم تقطيعه إلى أجزاء ويضاف إليها مرشحات يلف الورق حول التبغي ليشكل لفافة ثم تقص اللفافة إلى أقسام أصغر بسرعة عالية ثم يضاف مرشحات فلتر عند الأطراف وبعد ذلك يتم لسك كل هذا بالورق وفي المرحلة الأخيرة تذهب المنتجات النهائية إلى آلة التغذيف حيث يتم تشكيل العبوات هذا كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على مشاهدة الفيديو هل أعجبكم ذلك المقطع؟ إذا كانت الإجابة نعم فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى لا يفوتكم مقاطع الفيديو المذهلة بشكل لا يصدق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر